بصة كابتان إسلام ده طبيعي ولازم ده يوصل لعيبة النادي الأهلي ولازم يوصل للجهاز الفني داخل النادي الأهلي إن دايما الانتقادات هتبقى من الناس اللي مش حابة النادي الأهلي يمشي كويس وليها ما بتصدق إن تسمع أي أخبار أي مشاكل داخل فرقة اللي أساس لها من الصحة فده وضع طبيعي انت بقالك فترة كبيرة جدا بتاخد كل حاجة السنة اللي فاتت معها العلامة الكاملة أداء النادي الأهلي بمجموعة السكواد الكامل للفريق عندك 25 لعب راجل بيعمل فيهم روتشن ده مش موجود في أي فرقة فريق بيحقق كل حاجة فيه استقرار بشكل كبير جدا إداري وفني وعلى مستوى اللعيبة ما فيش مشاكل على مدار سنوات كتيرة فطبيعي ان انت أول ما يحصل تزبزف في الأداء هتلاقي الانتقادات السلبية لكن مهم جدا ان الجهاز الفني باللعيبة ودي دور اللعيبة الكبيرة انها تقفل على الفرقة بشكل جيد ودايما هنا كابتن نادي الأهلي ممكن بعض الشيء أو بعض الناس مش هتبقى حبا نادي الأهلي يمشي 4-5 سنين وراء بعض لكن ده يرجع لمجلس الإدارة والاستقرار اللي عامل مجلس الإدارة مع الجهاز الفني مع مستر كولر واللعيبة زي ما قلت لحضرك اللعيبة الكبيرة عليها دور كبير جدا انها تقفل عن نفسها وفعلا لما اللعيبة الكبيرة بتقفل على قوضة اللبس كويس مع الجهاز الفني الأداء بيبقى أفضل من كده ودايما في الفترات دي أنا بناشد اللعيبة أنها تسد ودنها يعني تسد ودنها خصوصا السوشيال ميديا دور كابتن إسلام بقت متعمقة في كل حاجة وهتلاقي حروب إلكترونية على مواقع على بعض الإعلاميين على بعض المعلقين اللي بتهاجم أداء النادي الأهلي لكن ده أكيد مش هيأثر هي دي مكوامات البطولة كل اللي أنا بتكلم فيه ده مكوامات البطولة موجودة داخل نادي الأهلي عند الجهاز الفني عند اللعيبة عند مجلس الإدارة عشان كده كابتل خطيب الفترة الأخيرة كان حريص أنه يعمل جلسة مع الجهاز الفني أو مع مستر كولر ودي أنا شايف أنه حاجة إجابية في الوقت المناسب لاختاره كابتل خطيب أعتقد إن شاء الله يكون دافع المستر كولر بالجهاز الفني باللعيبة الفترة اللي جاية لأن الفريق يستعيد أكبر قدر من شخصية النادي الأهلي الفترة الأخيرة أعتقد دي دي هتبقى انطلاقة قوية الفترة اللي جاية إن شاء الله